مناقشة ملف الانتهاكات وانتهاكات النظام في طهران بحق الإيرانيين ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن المتخصص بالشاهد الإيراني الأستاذ محمد المثحتي أستاذ محمد بداية مرحبا بك تقرير مفصل أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية يؤكد أن النظام في إيران بات مثالا حيا لقمع الحريات الإنسانية وانتهاكها وأيضا تهديد أمن الجيران وتهديد أمن العالم من وجهة نظرك لماذا يستمر النظام الإيراني رغم كل ذلك بسياسة القمعية وقمع الحريات في البداية تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين الكرام طبعا في هذه الظروف وخاصة بعد العقوبات الأمريكية المشددة النظام الإيراني لم يستطع أن يسيطر على الأزمة الاقتصادية وتفاقم الأوضاع الاقتصادية بشكل كبير في البلاد حيث اندلعت أكثر من احتجاجات ومضاهات عمة البلاد أو عمة ما لا يقل عن نصف المدن الرئيسية في البلاد ما أدى إلى تشديد القبضة الحديدية والآن الحديث عن احتجاجات جديدة ستعمل البلاد خلال الأشهر القديلة القادمة مع تأثير أزمة كورونا على الاقتصاد الإيراني على سبيل المثال نتحدث عن اليوم سعر صرف الدولار سجل رقم قياسي تاريخي في إيران وبلغ كل دولار أمريكي يعادل 300 ألف ريال إيراني وهذا لم يسبق وكذلك الخبراء الاقتصاديون يتوقعون أن يصل سعر صرف الدولار في إيران إلى أكثر من 400 ألف ريال إيراني لكل دولار وهذا كله سيقع على عاتق المواطن والآن النظر الإيراني يحاول من خلال إرهاب المواطن أن يمنع اندلاع موجة جديدة من المظاهرات من خلال هذه المضايقات والإعدامات وعلى سبيل المثال إعدام المصارع الإيراني الذي حاز على ميدالية الأولمبياد الرياضية وكذلك على ميداليات عالمية أخرى للمواطن الإيراني هي أننا لا نبالي بإعدام شخص بهذه الأهمية فما بالكم أنتم مواطنون عاديون لا يهمنا دامكم وسنادمكم ولا يهمنا التداعيات فالنظام الإيراني في هذه الظروف خاصة في العام الأخير مجبر أو مرغم على تزييد من إجرامه يعني يزيد من إجرامه داخل البلاد حتى يمنع اندلاع موجة احتجاجات مرتقبة والجميع تحدث عنها حتى المحللين الإيرانيين في داخل إيران يعني من جماعة النظام حتى من المحافظين يتوقعون بأن البلاد تشهد موجة احتجاجات آرمة السيد محمد بحسب تقرير الخارجية الأمريكية هناك أكثر من 500 معتقل رأي في السجون الإيرانية منذ شهر نيسان الماضي عقوباتهم قد تصل إلى السجن والسجن المؤبد وحتى الإعدام ولكن النظام الإيراني مستمر بانتهاك الحريات ومستمر بسياسة القمع ضد المواطنين الإيرانيين من الذي بإمكانه طبعا هل هناك قوة دولية مثلا بإمكانها أن تضع حدا لهذه الانتهاكات من الذي بإمكانه محاسبة النظام الإيراني يعني إذا نلاحظ القوة المؤثرة عالميا الصين تدعم إيران الاتحاد الأوروبي يدعم إيران صراحة وعلانية يعني نلاحظوا لما يصل الموضوع إلى ذراع إيران الإرهابي في لبناء جماعة حزب الله هم يحاولون من خلال إغلاق بعض مكاتب جماعة حزب الله على أراضيهم أن يتحدثون عن فرنسا وتحديدا ألمانيا أن يتفادوا الضربات الأمريكية التي توجه في هذه الجماعة ويسمح لهذه الجماعة أن تواصل بغسيل الأموال في بنوك الألمانية والبنوك الفرنسية بشكل أعلاني فإيران تتمتع بدعم قوي من قبل المؤسسات التي تسيطر عليها الجهات الأوروبية وكذلك الصين وحتى الأمم المتحدة تدعم إيران بشكل آخر بسبب تأثير الدولة الأوروبية وتأثير الصين عليها وكذلك المنظمات التي مثلا مجلس حوق الإنسان الذي هو معني بهذه الأمور هو يتماشى بشكل وآخر مع تقارير العشرات التقارير التي تصدر من نفس المجلس لكنه لم يتم اتخاذ قرار ملزم أو حالة ملعف انتهاك حقوق الإنسان في إيران إلى مجلس الأمن مجلس حوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حتى الآن فقط أصدر تقارير ولا أكثر الدولة الوحيدة التي الآن تحاول الضغط على إيران هي الولايات المتحدة الإدارة الأمريكية حتى اللحظة نتحدث نحن لا نعلم عن المستقبل ماذا سيحصل ويبدو أن الإدارة الأمريكية ذاهبة باتجاه تضييق الخناق على النظام الإيراني وكذلك على أدرع النظام الإيراني بسبب أسباب سياسية تتعلق بتركيبات المنطقة فبشكل عام النظام الإيراني يشعر بشيء من الأريحية في تنفيذ جرائمه بحق الشعب ولهذا السبب منذ أربعين عاما هذا النظام قائم على العنف وهذا النظام قائم على تعليق المشانق في الشوارع منذ أربعين عاما لم يتغير المشهد شكرا جزيلا لك أستاذ محمد المتحكي المتخصص بالشاين الإيراني كنت معنا عبر الهاتف من لندن شكرا جزيلا لك